سيزوهير المغزاوية من عام حركة شعب سيزوهير مرحبا رحبا بيك وكي المستمد ومستمد أولي اللي يقول لنا تستقبلو حركة شعب كل أسبوع قدش لك مجيت بحدنا سيزوهير بارسك شهرين شهرين من زمان شكرا لك مرحبا سيزوهير المغزاوية من عام حركة الشعب الموضوع ديار والاكتواليتي هي مخرجات ونتائج المجلس الوطني الأخير المجلس الوطني هذا مهم بالنسبة لحركة شعب يجي الآن بعد انتخابات تشريعية يجي بعد تقدم كبير في مشروع 25 جويليا قرارات لرئيس الجمهورية ومصار كامل المصار هذا اليوم في مؤسسات لكن فيزد إيقافات وما يسمى الآن بموجة المحاسبة رئيس المجلس الوطني عبد الرزق عودات يقول ناقشنا الوضع السياسي في البلاد شنو تقييمكم للوضع السياسي في البلاد سيزوهير يعني عام وضع السياسي في برشأشيه اليوم فيه موضوع الانتخابات واللي تم الأعلان عن نتيج البارح واحنا كان جزء كبير مخصص لمناقشة هذا الموضوع والاستعداد للعمل البرلماني والقضايا التي ستطرحها كتلة حركة الشعب خلال البرلمان القادم ما عاش كون بش نخدمه في البرلمان هل احنا نحبو نعملو كتلة حزبية غيقة أو نوسعو من خلال الحوارات والاتصالات مع بعض الأصدقاء بيصير معهم بعض الحوارات وهذه أسألة بتجاوبني عليها وإلا ما زال ما أجوب عليها لا لا فهل أجوب هل لا بش نرجع لها هل لا فهل أجوب جاوبنا احنا حكينا على موضوع الاعتقالات الوضع الاقتصادي حكينا على كل القضايا تقريب تحدثنا فيهم وتوضحت الصورة إذا كان تلخص الموقف والصورة اللي خلصت لها سي زهير هي شنو بالضبط الموقف والصورة بعد المجلس الوطني هو هو هي الموضوع يمكن متعدد الأبعاد أسألش تفضل ولكن هو ثم سؤال مركزي بالنسبة لي نحنا سألناه شنو القياد الساير في البلاد بضبط ممتاز يلا شنو كانت إجابتكم ثم خليني هاتو نجيل إجابتنا ثم برشا قراءات ثم شكون يعتبر ثم شخص ينزع إلى الاستبداد ويحب يفك السلطات الكل فكه ويحب يمشي إلى الأبام ويبزج بخصومه في السجن ثم شكون يحكي على مرحلة لم تنتهي ونعملوا حوار من جديد ونعاودوا ماش كيف عاود من جديد لسارة انتخابات ولا حتى شيئا ويجا نعملوا حوار ابن مديو وهذا كله ثم في التقييمات هذه احنا في اعتقادنا ثم عنصر غيب هو عنصر الدولة التنسية اللي ثم دولة احنا رأينا هكا احنا وقت لجات 25 جويل يش قلنا قلنا 25 جويل هي استجابة لإرادة شعبية وقتها وكذلك قلنا نقل جملة اخرى ربما لم ينتبه إليها البعض وهي ايضا استجابة لإرادة الدولة التنسية اللي احنا في تقديرنا هذه الدولة كما دولات كيفها بجنبها وكذا انتهكت في طيلة السنوات الاخيرة وانهكت وتحاول هذه الدولة ان تعود وتسترد عنفوانها لانه حتى الايقافات اللي قاعد ساير لكله الناس تحاول تربطه بشخص رئيس الجمهورية هي المسألة مش مربطة بشخص رئيس الجمهورية هي مربوطة بالدولة التنسية قد تكون هناك تعصف او قد يكون هناك ظلم او سوء تقدير ولكن المين تبهش اللي ثم دولة بعد عشر سنوات من الانهاك وبعد عشر سنوات من محاولة اختراقها وبعد عشر سنوات من سامحني في الكلمة تدفيهها الدولة وعدم اعتبارها الليوم هذه الدولة تريد ان تعيد سياغة نفسها من جديد وبناء نفسها من جديد في مرحلة قادمة ملامح المرحلة القادمة احنا في اعتقادنا ستكون خاضع لموازين القوى لموازين القوى اين ستتجه هذه الدولة هل ستتجه فيما يريده الشعب فيما نريده في بناء دولة العادل في بناء الدولة الديمقراطية الاجتماعية ام ستنحرف هذه الدولة وتتجه في اتجاهات اخرى اعتقد هذا يمربوط بموازين القوى وبالفاعلين السياسيين وبقدرتهم على تحويل هذه الحالة اللي هي شبه ايجابية وشبه سلبية الى حالة 100% حالة ايجابية لكن انه نشبه الدولة بعقل مدبر وحده الدولة زادة عندها ضمان وعندش كل منتخب بش يقودها ولا يقود فيها قاعد يعطي في امبولسيون قاعد يعطي في طريق قاعد يعطي في بوصلة وكل ما يصير داخل الدولة التونسية هو اليوم بيموج بالدستور راجع لمسئوليته المباشرة كانت حركة نيابة عمومية وحدها ولا كانت عارق قضاء وحده ولا اذا كان حاولت الدولة تتعافى وحدها لكن تنحبه ولا نكره في اللخر بش يصب فيها في مسئولية سياسية لمصار المصار هذا انتلق ومن بعد بناء المؤسسات متاعه ولذلك سؤالي اليوم سيزوهاير هل تقررون بأنه فم أزمة هل اليوم هالعقل المدبر وهالدولة اللي تحاول تتعافى هي إزاء أزمة وإلا ليه ليه مش أزمة بالتوصيف الدقيق هذا احنا نعتقده في مرحلة مخاظ 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 في التحول من مرحلة سابقة من عملية سياسية سابقة احنا نعتقده انها كانت عملية سياسية فاسدة وكانت عبارة على سوق وبزار كان مفتوح فيه البيع والشري وأفرز ما أفرزه بقي نشوفه اليوم وتحول من هذه المرحلة إلى مرحلة نطمح أن تكون عملية سياسية سليمة ما زلنا لم ننجح المولود الجديد هذا يمزيل مقفش على الرجلين وتعترض صعوبات حقيقية والمطلوب اليوم أن هذا المولود الجديد يقف على سقيه يقف على سقيه معناتها يبني الديمقراطية السليمة على أنقاض الديمقراطية الفيست يبني دولة العدل على أنقاض الوهم اللي كنا عايشين وانا عايشين في دولة العدل يقاوم الاقتصاد الريع يقاوم الفساد بدون التعصف على الناس محترام القانون محترام الحقوق والحريات هذا هو المطلوب في هذا المخاف الذي تعيشه الدولة التونسية اليوم رئيس الجمهورية هو يقود هذه الدولة باتباية الحال اليوم العنوين الكبرى تحدث عن مقاومة الفساد وهو مطلب شعبي مش فقط مطلب شعبي كل المخب التونسية 13 سنوات حتى بعض الموقفين الآن كانت أصواتهم عالية وطالب بمحاسبة ربما كانوا يطالب بمحاسبة حتى بعض الموقفين اللي معهم الموقفين الآن كانوا قبل في مراحل سابقة يطالبوا بمحاسبتهم ويعتبروهم أنهم بسورين على الفساد احنا شنو نقول نقول الفساد موجود وانخرت الدولة التونسية في كل المواقع انخرها الدولة التونسية وثم الناس أجرمت في حقنا الشعب 13 سنوات وعبيت كروشها لحساب هذا الشعب وعملت كل الجرائم اللي تخيلوه في مخاخ اليوم جاء وقت المحاسبة هل يصير هذا والاعتقالات والناس هذه هي المسؤولة وغير احنا ما عناش المعطيات احنا شنو نقوله نجمو نحكيه على مسائل عامة مبدئية المبدأ أن المحاسبة ضرورية المسألة الثانية ثم قرينة البراءة احنا ما ننتهمه حتى شخص لأن احنا ما نجيها قضائية كل واحد كل المتهمبري حتى تثبت إدانته احنا نطالبوا أنها تكون محاكمات عادلة احنا نطالبوا باحترام الإجراءات احنا نطالبوا النيابة العمومية أنها تخرج وتتحدث لأن احنا ما نشبقي نسمعه ماذا يحدث بالضبط شنو هي التهم الموجهة للناس هذه قد يكون ثم سرية التحقيق إلى آخره ولكن سرية التحقيق زي ما تنتهي في وقت معين ثم نخرج ونفهم ونحنا علاش الناس هذه معتقلة شنو هي حقيقة برنارين ليفي هدايا شنو هي حقيقة التآمر على أمن الدولة إلى آخره إلى آخره إلى آخره هذه مبادئة عامة من نجموش احنا اليوم نبقى ونسمعه في المحامين يرافعوا في الأعلام ونصدقوه بما فقط من نجمش نسمع محامي ونصدق محامي يخرج يقول راه قضية قضية شربة قهوة وكاو نحب نسمع المحامي ونحب نسمع النيابة العمومية ونحط ديقار دفو ومبادئة عامة يا دولة يا رئيس الجمهورية يا قضاء لا تنتهكوا حقوق الناس ما توجهوش اتهامات بالباطل للناس اللي اجرم يزم يخلص اللي ما اجرمش يزم يكون البره وعيب وما تكونش العملية مثل التوظيف سياسي كذلك نحبوها محاسبة حقيقية تتبنى على اساسها مرحلة قادمة ويتبنى على اساسها مستقبل بتاع البلاد مش نخبطه خبطة عشو هذا هي المبادئ العامة اللي نجمو نحكيه ولا يفي بوضوع المحاكمات لأن احنا حتى بعض الموقفين اليوم هم اصدقاء حتى في وربطتنا بهم محطات وربطتنا بهم مواقف احنا لن نجمو ندينو الناس ولن نجمو نبرقو الناس هذا موضوع قضائي وبالتالي القضايا يجبو ان يتحمل مسؤوليته ولا يخضعوا لأي ضغط لا من هذه الجهة ولا من تلك الجهة ويعطينا الحقيقة كل الحقيقة كيفاش ما يخضعش للضغط ما هو وقت لتكون الاليات فيها تطبيق صارم للقانون ما هو وقت اللي يفهم احترام للاجراءات ما هو وقت اللي تكون الدولة مثالية ما هو وقت اللي يفهم احترام لقارنة البراءة ما هو وقت اللي ما نمشيوش للعباد مع نص الليل ونرعبوهم وقت اللي انت تنجم جيبهم الثمانية متاع الصباح وتسائلهم بكل حرية وطلاقة ما هو وقت اللي تخدم يا سيزوهير مؤسسات الدولة مؤسسات الدولة من كتاف ما تزنيش غادي لا لا انت غده مش كون موجود في الدولة سيزوهير انت غده مش كون موجود في الدولة وقت اللي حركة شعب موجودة في مؤسسة البرلمان هذا يعني انها هي ستراقب العمل التنفيذي هذا يعني وسنراجع حتى بعض القوانين مي بي ما فيها قانون الارهاب هذي اليوم تتعال عليها الناس انا وقت اللي حكيت قلت نستحتراب الاجراءات قلتش الناس نمشي نصليل بيش تعتقلع بيت قلت ثم اجراءات ياقا احتراموها قريدة البراء حكيت عليها كل واحد بريه الان تثبت ادانتو نعرف نعرف سيزوهير كل هذا متفقن فيه لكن انا نحكي لك على دولة تنسية قاعدة تتعافى يعيش كسيزوهير يعيش كنفهم وبعضنا وبعضنا مشو العمل هي قاعدة تتعافى هل تتعافى الدولة التونسية من 25 جول يلتوى وهي مثالية وهي تعطي المثال وهي تعطي المثال وهي تورينا الى اي مدى تحت رم اولادها وشعبها الكل وإلا عندها الحق وهي تتعافى انها تتعصف لا ما عنداش الحق وانا قلت بقية تتعافى وقلت مثلا كلمة اخرى احنا في مرحلة مخاف وفي مرحلة المخاف وحدود المخاف ايه ايه سامحني في المخاذات هذه الكبرى نجب تصير فيها الاخطاء انا ما برعتش الدولة ما قلتش روض ما ثم حتى اخطاء باقي ارتكب وما قلتش اني فرحان ولا هذا اجراء قانوني انا نمشي والواحد نصلي للدار ونرعبوه انا ضده هذا ما نجمش نكون اليوم سامحني عاطق نكمل ما نجمش يكون مهما يكون موقعي ما نجمش انا اليوم نقبل لاني انا كنت ضده وكنت نتكلم في المكان هذايا ضد الاعتقالات العشوائية وضد انتهاك حقوق الانسان وما نجمش اليوم نتبدل على خطر انا عندي موقف ايجابي من 25 جنيه انا نقول اليوم نقول الدولة اليوم عليها ان تحترم شعبها الدولة يجب عليها ان تطبق القانون انا داير احنا احنا بيدنا في حركة احنا نستغربه كيف يذهب القانون متسللا في الليل للناس يعني احنا ما ضده ذايا لكن ما يعنيش انه مثل ما اش قضايا ما يعنيش مثل ما اش تآمر ما يعنيش مثل ما اش فساد ما يعنيش احنا معا جانب الاجراءات واحترام الاجراءات هذا لازم وضروري ادق احترام الاجراءات ويقع احترام المتهمين الى ان تثبت براءتهم لكن المشكل وين المشكل سياسي زادة سيزوهايل وانتي رجل سياسة وتعرف الانتباع اللي صاير واللي تأكده الافعال هو انه من ساند مصر 25 جوليا هو اليوم موجود من جديد في مواسطة الدولة كما حركت الشعب ومن اختار معارضة مصر 25 جوليا سياسيا بالمقولة السياسية منيش نحكي على التجريم منيش نحكي على التجريم منيش نحكي على الجريمة هاليوم يلقى روحه ملاحق ولذا نحكي على الشخصيات الكل اللي نعرفوها جاء رب المبارك جاء بات الخلاص نحكي على شاي معيسا نحكي على شخصيات مهاش موجودة فرصة ما في تهمة وإلا شبهة تأمر على أمن الدولة وإلا من بعد نلقاوها وصلت ودخلت في الدوسيات ها مشكلتي انتي تاولي تقاضي لا منيش قاضي نسأل نسأل في السياسي هل عندك انتباع هل عندك انتباعك أنه هي سياسة انتقائية تستعمل القضاء وتوظفه أنا شوفش عنتي أنا عندي الناس اللي ضد 25 جويلة وإلا اعتبرته انقلاب فيهم شكون اليوم موقف ومنسوبة فيه ولا وجهات له تهم أو ما زال في طور البعث هذا هو هذا هو وثمه الناس أخرى زادة ضد 25 جويلة وهم معرضين لهذا المسار كانوا بكري يعابلوا في ندو الصحفية ويندوا بالإيقافات هذه ويعتبروا اني وريس الجمهورية يوظف القضاء باش يصفوا خصومه سياسيين وغيره دونك السؤال هذا بالإسبالية علش هذومة موقفين والأخرين مهمش موقفين أنا نستنى في الإجابة من الأجهزة بتاع الدولة من القضاء أما من نجيب نصر أحكامي الآن نقول راهو لتوقف خاطر رئيس يحب يصفي مع حسابه أحنا في حركة شعب قلنا حتى موقف في بعض الأحيان أكثر من الموقف اللي تقول فا المؤارضة على بسار 25 جميلة وغيرنا وفي الأعلام وفي غيرها احنا نسمع في وسائل العلاق بكل يوم بتتحدث على موضوع طب عادي مش مزيئة لما الرئيس ولا ما غيره باش نبدأوا متفاهمين الموضوع ذلك ولكن احنا اليوم شنو نقوله نصبر شوية نطالبوا نياب العومي أن توضحنا وحق شعبنا باش نتوضح له حقيقة ما يجري الآن ولكن أنا لهنا ما ينش باش نتهم الناس ولا مبرة مش دوري لاتهام الناس ولا مبرة ولكن نحذر نقول يا دولة رد بالك تتعصف على الناس يا دولة رد بالك توظف أو تخضع يا قضاء تخضع للتوظيف السياسي من أي جهة كانت أنه ثم جرائم ارتكبات في البلاد ثم جرائم ارتكبات في البلاد الناس هذو ارتكبوها ولا غيرهم هذا موضوع ثاني يثبتوا التحقيق ويثبتوا القضاء وإن شاء الله يكون ثم قضاء عادل ولا خارج البرمان على أن القضايا هذه ما تكونش مجرد عبث لأننا عشنا على العبث وكنا في بعض الأحيان ضحايا لهذا العبث وإحنا ردنا ما زلنا مستحضرين قضية العجيلي اللي صارت باسم قاومة الفساد بتاع يوسف الشهد وإحنا وقتها كنا نعرضه في يوسف الشهد في البرمان وكان البعض يناعات فينا بالأسبع أنتم مجيين ضد وكانت للناس هذي الطب الوغيرها وإلى آخره وإحنا وقتها نقول يوسف الشهدية فاشل يلي كذا يلي كذا دوك من نجموش نحن نتبدل اليوم ولكن من نجموش زاد في نفس الوقت نقول وراء البلاد هذي لباسم شوف كمال طايفة كل الحكومات حاولت تتوقف كل الحكومات من نجموش تتوقف هو متهم مش متهم هذي نقاط استفهم كبيرة مطروح ولكن نحن نحيي كل مجهود يقوم به القضاء في كشف الحقيقة على الجرائم اللي ترتكبت في حق الشعب ذي سوى الجرائم الارهابية أو جرائم نهب المال العام سيزوهير في الأثناء وقت اللي فم دولة تعافى ومخاذ كامل في قلب هذا المخاذ فم علاقة السلطة بالاتحاد اللي عم تنسي الشغل والاتحاد اللي عم تنسي الشغل اليوم قراءته تقريبا واضحة قاعد يقول تعرفش كيفاش يا جماعة تونس مسحق الحوار وإنا نعتبر أني عندي دور باش نمشي نعمل اللي جان واللي جان هذه اقتصادية اجتماعية سياسية ثقافية وغيره باش يتمخذ عليها وثيقة الوثيقة هذه مش نخرج بها من بعد للأحزاب ونقولهم يا جماعة إيجا نحكي والنس كل مبعضنا اليوم انتم بحركة شعب معروفة عليكم القرب الاستوريك التاريخي للاتحاد والي خياراته و اليوم انتم كانوا يتم اقتراح هذه الوثيقة كيفاش تتفعلوا معها باش نخذوها باش نقرؤها ونتفعلوا معاه إذا كان ثم تتفاق في التقييم واتفاق في تحديد الاهداف وغيره لكن الرئيس الجمهورية يقول هو الاشكال اللي ساير بالاتحاد ورئيس الجمهورية هو واضح أنا حتى أسبقه وجيت هنا حكيت فيها شوية لكن زي نوضحه أكثر ثم مشكلة اليوم في التقييم لا مجالة للحيوار فاشقام عمال انتخابات فمش حاجز لا شوف خاطر باش منابدوش عن المبدأ. في الفي Megane. لو ش على رئيس الجمهورية محبش الحوار. الرئيس الجمهورية تقييمه أنه صارت انتخابات. وصارت مؤسسات. produz Lions عنفى حوار. very early which one احنا بالنسبة لنا انا شاركنا في الانتخابات. ش overtime. انه لقدو موجود في البرلمان. في الجهة الأخرى المقابلة. الاتحاد والتراف. عندما عنها الاتحاد يعني الرابطة وغيرها والآره وهم يعتبروا أنه الانتخابات مش شرعية أو بقية الساحت شرعية أو ماهيش مشروعة وبالتالي البلاد تحتاج لحوار حتى من أجل إعادة الانتخابات وغيره دونك ثم اختلاف التقييم وأنا بمبادرة الاتحاد وقت الطرحت وانسألتني انت وقته وانسألت لنا في موزي قلت رأي سي أم بيوتار جيت مؤخرا كانت تنجب تكون قبل الوقت هذاك كانت تنجب تكون أفضل لكن احنا في نفس الوقت نرفض ولا ما ناش مفرحانين أن يكون ثم توتر موجود بين رئيسة الجمهورية وبين الاتحاد وإحنا مرارا وتكرارا حتى توجهنا لرئيسة الجمهورية عنصر أساسي في المشهد السياسي التونسي يسي زهري فرض لك نعطيه انتباع سياسيين أنه عندكم ساقهوني وساقهوني ولي عندكم ساقهوني وساقهوني نجمال ساقنا وارحة لا لا بيس هذه مش فسر لك تقولي احنا شاركنا في الانتخابات غير معنى انت بأي مبادرة أنا لم تتوجه لي أصلا مبادرة لكن غير معنى انت ما بدأيا غير معنى مانيش معنى اني نجي اليوم نحكي على نعاود الانتخابات وغيرها مانيش معنى أنا بعد الانتخابات عملت ندوة صحفية عملت في أعلان سياسي قلت ما هو المطلوب في المرحلة القادمة حسب رأينا نحن وضحناه وقلناه الرئيس يقبل وما يقبلوش هذه كمثلة تعني هو ولكن موقف حركة شعب كان واضح احنا بعد الانتخابات قلنا ثلاثة والأربع نقاط ذكرناها النقطة الأولى يجب نجي حكومة عندها طابع سياسي بمعنى حكومة على الأقل باش من تعصفوش ياسر حكومة تعمل ولا تطبق الأفكار ريحكي في رئيس الجمهورية في قصر كرتاش حنسمعوا في حديث حكي في رئيس الجمهورية في قصر كرتاش على الدولة الاجتماعية ونشوف في حكومة ما شل في مي دون ما يسيرش خلينا نكمل نعرف الموضوع هذا ما يسيرش نتونجيك نحبو قلنا يقحل إنهاء العمل بالأمر 117 يعطينا رئيس الجمهورية وقتش الانتخابات الرئيسية حكينا على جملة من النقاط نعتبروها إعلان سياسي إجراءات اقتصادية إلى آخره إلى آخره للمرحلة القادمة غيرنا يرى عكس هذا غيرنا يرى أن الانتخابات هذي زم تتعاود حق وذائم عنده يعني حق ومش يقول الانتخابات تعاود حق وأنه مشاركش في الانتخابات حق وأنه يدعو الناس أن لا تذهب إلى الانتخابات أحنا شاركنا في الانتخابات باعتبارنا نعتبر أنفسنا جزء من مسار 25 جويلة أرغم تحفظاتنا وانتقاداتنا للإدارة بتاع المرحلة من بين 25 جويلة إلى حد الآن ولكن نعتبر أنه 25 جويلة فرصة حقيقية لأن تخرج تونس من الوضع لعشاته ولي ما زالت تعشفيه إلى حد الآن دوك الاتحاد ده بالرس هلش قاعد تقول لي أنت يا سيد ويل المغزير تعمدزني 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 تعمل عليها وشوف أنا لا أخشى مواقفي أنا واضح مواقفي لا أخشى لرئيس الجمهورية وللاتحاد أنا اسمي حركة شعب وعندي علاقات طيبة بالاتحاد وعلاقات طيبة بالرئيس الجمهورية وبمكونات كثيرة في هذه البلاد أحنا نحكيه اليوم على مبادرة لم تتضح هذه المبادرة مع علمها إلى حد الآن واضح المبادرة مزال تحديث تكتب في المبادرة هذه سألتني قلت لك رهو ثم تقييمات مختلفة ليساير في البلاد ثم يعتبر مؤسسات بزمدد الاستكماء ودوق ما نشبه حتى يجيل الحوار سألتنا على رينا قلت لك احنا موجودين في الموقف هذا ثم ناس تريز من يتنعملوا حوار لكن فرصة ما هو غدوة في الأيام زويل المغزاوي بطبيعة الحال وبطبيعة التحديات غدوة حركة شعب تلقى روحها لازم هيكون عندها موقف سياسي مريبش يصير إذا كانتوا ما موجودين بكتلة في البرلمان وملغة في مقترح سياسي لحوار ما سمى حتى مشكلة أي جهة أي جهة مشكلة الاتحاد أي جهة تقدم أفكار وتقدم مبادرة للحوار احنا نتحاوره رو مش بالضرورة احنا نتحاوره نقبله ولا نرفضه مش معنات احنا نملك الحقيقة احنا نعتبره البلاد اليوم محتاجة لأراء أبنائها من مختلف المواقع ينجي يكون ثم راي غادي ولا راي من هنا يفيد البلاد دونك ما سمى حتى إشكيها لحنا نجيل المبادرة إذا كانت توجهنا الاتحاد بهذه المبادرة باش نخذوها باش نقروها باش نتفعلوا معها سلبا أما إيجابة أو إيجابة بعض الفاصل قد نوصلوا معك في خيارات باش تصير معها البرلمان ومع الحكومة ومعها الفيمي ومع غيره نوصلوا زادا شوية في علاقة بآخر التطورات الزويل المغزيوي نحكيوا على مجلس وطني أخير ومجلس مغزيلي مهم لحزب الآن سيكون في الحكم ما أنت سيكون في الحكم معناه هو في كل الحالات موجود في مؤسسة من مؤسسات الدولة هل سيسعى رئيس الجمهورية غدوة إلى نوع من التمثيلية في علاقة بالوزن الحزبي ولا الكتل في البرلمان ولا لا يبدو أنه مازالا ما نعرفوش لكن هذا ويني هزنا سيزوهاية إلى خيارات الجمهورية التونسية وخيارات الدولة التونسية وخيارات الحكومة يبدو أنه رئيس الجمهورية بغير معني بنتائج الانتخابات التشريعية من فما مؤسسة بش تدخل تخدم على روحها انتهاء جزئي للإستثناء في انتظار استكمال المؤسسات لكن شنو استتباعات في علاقة بالسلطة التنفيذية لحد الآن ما اليوم الدولة التونسية بش تعمل خيارات سيزوهاية ورجعت الدعم كتلة الأجور مؤسسات عمومية وينكم من هذا الكل كيف تتفعلوا مع هذه غدوة أنتم والله إحنا موقفة واضحة من الموضوع هذه واضحة ووضوح تام يعني مش بش نبدي ونحكيه عليها من الجديد اليوم إحنا ضد كل هذه الخيارات اللي ما شفاها الدولة التونسية اليوم واللي تحاول تخباها أو كذا وإحنا أكثر من مرة طلبنا أن يكون ثم نسجام وتناسق بين الخطاب الحكومة والخطاب الرئاسي في هذه القضايا إحنا نسموه في خطاب رئاسي في كتزار كرتاش ساعة نسموه مباشرة ساعة نسموه في وسائل الإعلام يؤكد على الدولة الاجتماعية يؤكد أن الدعم يتمسش يؤكد على أن المؤسسات العمومية هذه مفخرة ومتاع التوانسة في تاريخ خلقها المؤسسات هذه وتعبوا عليها واشقاوا عليها الأجداد والأباء ونسمعه من الجهة الأخرى في خطاب حكومي أو مش حتى فقط في بعض الحين خطاب حتى اندفاع حكومي نحو الفهمي ونحو التفريط في هذه المؤسسات إحنا بوضوح تام قلنا يا سيد رئيس الجمهورية أنت اليوم تعبر على التوجه هذه إحنا معه سؤال شنو اللي تعبره لحكومة متاعك رك أنت اليوم المسؤول وضح للتوانسة المطلوب وانتو معنا شنو بش تعبره نحن بالنسبة لنا نحكي انتو معنا شنو بش تعبره وقت اللي يجي وقت التصويت هذا المهم سي أنت بشكون فاعل في الأخيارات إحنا وقت التصويت بش نعبره على خيار الاجتماعي على خيار الدولة الاجتماعية على خيار أنه المؤسسات العمومية هذه نعالجوها ونصلحوها ومنفردوش فيها أنه لنخضع الدولة التونسية لإملئات وشروط تنجم وتدخل البلاد في أزامات كبيرة لأنه رفع الدعم لعبات تعبث بيه روي نجم يوصلنا إلى أزامات اقتصاد كبيرة غدوة في الأيام يجي أمامكم تصويت يهم رفع الدعم يكون فيه لباليو واضحين للفلوس لش كون تمشي والتعويضات كيفاش بش تمشي يكون واضح فيه أنه الدعم هذايا وصل إلى نهايته ويلزم حل الدولة تونسية تصوتوا معا ولا ضد لا نصوتوا ضدين نحنا أحنا شوف تصوتوا ضد مبدأي ماشي في بالهم اللي احنا مع 25 جويلة معناتها احنا من جماعة تصير واحنا وراك بالبندير عبرد ما كنا في الموقع احنا نتعامل مع كل الأشي بعقل نقدي هذي تم معارضة في الديمقراطية حتى مشكلة واشنين المشكلة واحنا مستعدين لهذا الدول مستعدين نكونوا في المعارض حتى مشكلة إذا كانت ثم خيارات ليبرالية خيارات باش تسحق الشعب هذي وغيرها مستعدين باش نكونوا في المعارضة وندافع على شعبنا احنا ماشي نقديك باش ندافع على شعبنا ماناش طلاب سلطة للسلطة ماش حاجتي بالبرلمان باش نعمل حصانة برلمانية باش تقولوا هذي هاني نقول في نعف تقول في قدامي لكن غدوة سياسية نحكي أي هاني قلتوا قبلوا باش نقولوا توا وباش نقولوا في المستقبل لونك الكتلة غدوة مواضح واضح الكتلة هذي ماشية باش تدافع على شعبها باش نعطيك أنا بعض الملامح في المسألة الاقتصادية ها هم مشانوها مشاريع القاونين احنا نخدمنا في الكتلة في البرلمان السابق نسمع مثلا عملنا مشروع قانوني متاع البنك المركز متاع التمويل واللي احنا نعتبره مازال ملح وحتى هاو نعطيك اكثر من هذا احنا طلبنا مع الرئيس الجمهورية في وثيقة وقت جي توجهنا هلو وحتى عبر وسائل ممكن تنحب تمشي إلى رفع استقلالية البنك المركز لا لا أنا معه استقلالية البنك المركزي موضوع التمويل تمويل ميزاني تمويل ميزاني شف حعمونا الناس اللي يسموه بالان شو معندها تمويل الميزاني معناتها الدولة التونسية كي تحتاج باش تاخه قرض متنجم اشتاخه مباشرة من البنك المركزي بسطا لسى ما هتاخه القرض هذي من البنوك التجارية المبلوك التجارية إنتم قادل Everywhere وعملنا قارع مشروعة مبادرة قدمناها للبرلمان ما يقول لاش لو تأخذ المبلغ لتحب عليه زاد خطرة ما يستقرير البنك المركز يشنية هاي الفلسفة فلسفة باش مجيش حكومة تتعصف على المالية العمومية وتعمل بين انتخابين وغيرها هذي هاي الفلسفة الأساسية فاحنا وقلع منا المبادرة قلنا بأجال محدة بمبالغ لا تتجاوز كذا وعننا مبادرة واضعة لأنه اليوم فهم بلاد بلادنا دي فيه حاجة غريبة فيه قطاع بنكي متضخم ويربح في أرباح طائلة في مقابل هذا ثم اقتصاد بارك لأن البنوك هذي معاش تحب تعطي لكن يخذ فيه مخاطر كبيرة حتى رجال العمال الكبار معاش حبي يعطوهم قروض فاش قائم يعطي فيه في القروض ويعمل في الريسك هو يعطي قرض للدولة وفلوسه راجعة هذو ما فهم البعض منهم اللي انت تعرف اللي هم مهمش بنوك تونسية الأرباحة بتاحها ماشية تعمل في استثمارات خارج تونس هذي موضوع موضوع اللي حكي علي رئيس الجمهورية اللي ملف مهم تطرحه رئيس الجمهورية نارة الجمعة اللي متعلق باقتصاد الريع عموما لأنه هو الرئيس كي يحكي على الاحتكار الاحتكار مش واحد بخبه للقهوة والسميد وطرشنوة فقط ثم احتكار منظم في تونس الاحتكار المنظم في تونس تنظم منظومة الريع انتي كتجي اليوم في موضوع العلف لجب دوا رئيس الجمهورية نارة الجمعة ترقى دون شركات يحتكروا في الموضوع ذايا ويتحكموا في السوق ويا يخلقوا الازمات كما يريدون ويحلوا الازمات كما يحبوا هما فاهمني ولا هذا مزمش يتواصل ذاكبو راجعت موضوع الترخيص شاف الرئيس الجمهورية تحدث موضوع القهوة اللي تحل البارح موضوع كبير اللي اليوم صحيح دواد التجارة وهو اللي يحتاج ليورد وكذا ولكن اللي يوزعه ثم شكون عنده خمسين في المية يوزع وعليش خمسين في المية شنو اللي يصاير اللي صاير أن الدولة التونسية في هذا المنظومة في هالموضوع الترخيص خلق بعض الأشخاص أنا ديما نقول خلق خمسة ستة عائلات كان يتلموا ليلة مليالي نبقى وجواع عند سكن ايه دونك شنو الحن دونك الحن الراجع هذا وعليش خيال يا أما الرجع هاو كالرئيس عطاب دا أنا فرحان أن الرئيس الرجع بدي يتحدث في مسائل تقنية قال يا أما الرجع وديوان الحبوب يتحكى في العملية هذه كما كان يتحكم فيها قبل وإلا نصرحوا هالموضوع الدواوين قالت سيبوا وأنا عندي القدرة أن نكون قوية في المرش دعون طولي كام من نجموش نحن نواصلوا سيلياس أنه فرد ولا اثنين ولا شركة ولا اثنين تتحكم في رقاب العبيد علاش أنت ما تنجي مش تعمل شركة وتورد العلاف ولاخر يعمل شركة ويورد العلاف وخلي الناس تتنافس وين المشكلة الراجعوا هل الموضوع بتاع مسالك التوزيع ورقمنات مسالك التوزيع نحن مع مراجعة حتى مجلة المياه مراجعة مجلة الطرقات مراجعة مجلة الطاقة يعني يزمنا اليوم إذا كان نحن متفقين على ثم أزمة كبيرة اقتصادية من رباها تونس اليوم ولينا عشر أصنين نبحثوا على حلول لهذه الأزمة ونحن ندوره ونلفه مع مننا حتى يبقينا كان ينكثروا في المديونية والنتيجة أن طبقة الوسطى بتقريب انتهت النتيجة اليوم الفقر يزداد يوما بعد يوم الفقر لا تزداد يوما بعد يوم نحن ندورنا أنه اليوم كنا نمشيون البرلمان نحن ولا غيرنا ندورنا هو أن نسنه مجموعة من القوانين في موضوع الاستثمار في موضوع إلى آخرين آخرين تارف زيزو هير صعيبة العملية والخوار معاك صعيب تو أنت من جهة غدوة في البرلمان تنجم تكون في المعارضة على خاطرك معارضة لخيارات حكومة تونسية لكن أنت في نفس الوقت تنجم تكون مساند وفي خط رئيس الجمهورية وقتاً للموضوع يتعلق مثلاً بإصلاحات تتهم البنك المركز استقلاليته ألا تهم أنا نحكي تولا لا على رئيس الجمهورية ولا على الحكومة أنا نحكي على أحنا وجهة نظرنا في حركة الشعب شنية الملفات التي سنشتغل عليها داخل البرلمان إذا كان رئيس الجمهورية مشاه في الموضوع عظيم رحباه كان مشيت الحكومة في الموضوع عظيم رحباه وإحنا عنا تجربة اشتغلنا في برلمانات وإحنا أقلية أقلية يعني كنا في البرلمان الفارط رغم أن كنت لديموقراطية كانت كبيرة وطرحنا القوانين هذية وغيرنا إلى حد ما موازين القوى في بعض الاحيان قداش اليوم ثم من حركة الشعب داخل البرلمان احنا عنا كتلة مش يكون فيها واحدة وثلاثين واتنش يكون أكبر لأنه ثمها كما ذكرت لك من بكري من نقاطها طرحناها في المجلس الوطني هل تكون كتلة يعني ضيقة يعني بيعني حزبية يعني يجي نحلوه الموضوع بش نفهمه بالضبط كيفاش بش يخدم الشعب داخل البرلمان وبعدها نرجع للخيارات واحدة وثلاثين واحدة وثلاثين من منظوري ومنتسبي حركة الشعب طلعين للبرلمان ايه طبعا اليوم كيفش تتوسعوا تتوسعوا لشكون لي برش نواب شكون مثلا هو شوف عملي صعيب هذي بش نعطيك أنا لأنه مجح زين موالا ايه بش تبدأ موالا خاتل كنمشو على العظم وفي علاقة بالسياحة الحزبية خنفهمه من توا لا احنا مش تعمل بش تعمل خنعملوه توا لا لا احنا مناش نعملوه في السياحة الحزبية احنا نقول لك شو نعملونا قطر رئيس مكتعرف سياحة الحزبية لا لا واحدة احنا بيدنا زيادة الناس كل ترعوش وانتي ترعوش والناس البهين كل يرعوش على السياحة الحزبية ويحبوا الناس الثابتة والمبدأية شوف احنا نظام البرلمان رو مش قايم على الحزب دو قايم على الكتل بهر اول مرة تتقار كان من المفروض يتتقى لنا من عند الناس اللي اختارت الاقتراع هذية والقانون الانتخاب هذية حتى البرلمان السابق احنا كنا في حركة شعب كانت كنت تتقع لكلمة كوتل لشهر التالي الناس تتهز وتتنفض وانتي تعرف عليه على خاطر كانت السلطة وكل المشاركين في الانتخابات يحبوا يهزوا للفردية للفردية لا لا فردية شخصية فردية احنا وضحين اليوم هي مبنية على الكتل بيانسوية هو الدستور بيدو حكي على الكتل في البرلمان يعني النواب اللي يقع انتخابهم بش يمشيوا غدوة ولا وقتها بشيب دلبرلمان بش يتشكلوا في كتل احنا في البرلمان السابق كنا موجودين في كتلة احنا والتيار الديمقراطي وبعض المستقلين مش معنات هذوك اوليو في حزبنا ولا احنا ولنا في حزبه احنا غدوك ينعملوا كتلة كبيرة في البرلمان فهنواب حركة شعب بعد الجلسة الاولى والاقبل تتكون الكتلة هذية لا هو شوف البرلمان كيف يخدم كيما البرلمانات في الدنيا كل الجلسة الاولى بش يعملوا الرأيين تخبوا المكتب بتاع البرلمان المسألة الثانية بش يعملوا النظام الداخلي بتاع البرلمان نعرفش كداش بش تبقى العملية هذية ونقاش وإنسيت السويت وثم الكتل اذا كان البرلمان بش يحكي رو الكتلة مثلا بعشرة اعظم بخمستاش كذا يعني عشت في زوز برلمانات البرلمان الاول الكتلة بسبعة من الناس البرلمان الثاني الكتلة بعشرة من الناس يوم حثتكم عشكون لتوسيع الفتلة ثم نواب 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 نتحدثوا مع أشخاص متحدثوش مع جهات سياسية واضحة لأن نحنا نوابنا مثلا انا أعطيك مثلا لنسهلها لك مثلا في سيدي بوزيد عنا سيبر دلقامودي تطلع في سيدي بوزيد ثم نواب أخرين في سيدي بوزيد من أصدقان أقرابين نحكيه معهم ويجيه مع بعضنا نعملوا مثاق أروا كيجيه للكتلة مش بالضرورة سنة نعملوا مثاق إذن سيتم بلورة مثاق والتوقيع عليه وإلا مثاق ينشر 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 لأننا كنقول لك إيجي معي للكتلة مش معنا تقول لك إيجي معي للعزب أنا ماذا بيجي معي للعزب ولكن مش بالضرورة تكون في الكتلة معاك أنت معي في العزب أحنا اليوم يجي في البرلمان باش نشتغلو باش نشتغلو هاي النقاط السياسية هاي نقاط الاقتصادية ميثاق ميثاق بناتنا نشتغلو على أساسه داخل البرلمان باعة أنا في حزب وإنتي مكش في حزب ولا في حزب واحد آخر مش هذه المشكلة المشكلة أنه داخل البرلمان باش نشتغلو مع بعضنا شوفوا طريقة أخذ القرار في الكتلة كيفاش نصوتوا مع بعضنا ينسي لسويت لأنه احنا المقتنعين به قداش المنشود اليوم بعد الـ 31 ما نعرفش احنا نجبه نوصل واربعين خمسة واربعين 40 وخمسة واربعين وما زادت ما جاتش ما أعطاتش نتيجة إلى حد الآن نهائية ولكن احنا ما زادنا نحكيه ثم مع برشة أصدقاء من النواب إذا من المنتظر أنه حركته الشعب من هنا لتقريبا على خطر الجلسة الأولى قبل أثناش مارس بالقانون من هنا نهاية مارس مع بداية أفرين نعرف الكتلة قداش فيها نحن قد نشتغل على الموضوع ونشر المثاق السياسي متاح ننشره كل شيء ووعظاء الكتلة ووعظاء الكتلة شكون وكل شيء بشي تنشر اليوم هالكتلة هذه إذا كانت تقول لي فيها مثاق على وين كبرى لهذا المثاق شنو مثاق على وين لا باش نقوله الجانب الاقتصاد هي النقاط كما بعض النقاط اللي كنت نحكي فيها تاو الجانب الاجتماعي هي النقاط الجانب السياسي إلى آخر هذوم الجانب يعني المضمونية كان صح التعبير مضمونية معقولة وثبا جانب آخر تقني كيفاش ناخذ القرار كيفاش تقعد تصويت داخل الكتلة شكون بشي ترأس الكتلة ينسي تصويت ينسي تريد هذه مسائل تنظيمية تقنية مهمة زادة في عمل الكتلة غدوة إذا كان الكتلة هذية تمشي نظر أنه نحن في البرمان اللي فات كنا في كتلة مع التيار الديمقراطي كنا متفقين ما أنشرنا شي لكن متفقين أنه رئاسة الكتلة معتها دورية أنه رجلة المالية قبل اللي كانت في البرمان السابق للمعارضة بصفة دورية اللي جانب تفهمنا جلسنا وقسمنا اللي جانب مش كونة اللي جنة ذيك وش كونة اللي جنة الأخرى يعني هذا هو المطلوب دونك اليوم بش نف اليوم تكوين للكتلة في نفس الوقت معنية برئاسة البرلمان الكتلة هذي والله احنا معنيين معنيين هاي ولكن احنا مستعدين زادة في نفس الوقت بش نحكيه مع مختلف المكونات عندكم اسم في محكم في علاقة ب عنا أسماء فيها مخاخدة نجب نعرفها ولا مزال بكر عليه والله هي مزال بكر شوي مزال بكر هي أسماء دونك اليوم نجب نكون مقترحة لرئاسة البرلمان بش ترشح لرئاسة البرلمان ورئاسة الليجان زادا اي الليجان طبعا هو كل النواب معنيين برئاسة الليجان انهم يتوجدوا في الليجان ولا يترأسوا الليجان يعني هذي مسألة معني اما المسألة ربما بش تتطرح لخطر يمتروحها في أول الجلسة هي موضوع رئاسة البرلمان اللي من المفروض يصير حوار بين الكتل أو بين النواب بتاع البرلمان بش يختاروا رئيس برلمان قادر على قيدة المرحلة اليوم سي زهير تحكيوا مثلا مع مبادرة لينتصر الشعب والله ثم حديث لكن مع أشخاص ولا مع لا احنا حكينا لحد الآن مع أشخاص مع أشخاص هذا يعطي انتباع انتما تنتدبوا في قوة سياسية وخراسية لا 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 موضوع اللي ينتصر الشعب لش نوضح لش نوضح لش معتها مع أشخاص يعني احنا حكينا مع بابش نقول لك حكيتم عسين منجي الراحوي أنا بي فهمني ولا اسمعنا وجهة نظرهم اسمع وجهة نظرنا واتفقنا على أن نواصل الحوار هذا حتى في موضوع رئيسة البرلمان نتفق ونننصق وإذا كان نلقينا يعني أرضية متع الاتفاق في الموضوع ذلك ولكن إلى حد الآن ما وصلناش ما معنى أنت أرضية متع اتفق على اساس أنه النجم نستقطبك ونوعدك بأني الرشحك لرئيسة البرلمان مثلا هو يعني هو في شخص هو مش معني ولا أنا معني في شخصي يعني من هو الشخص الأصل الأصلح لرئيسة البرلمان ناي فهمتك اليوم علش نسألك على التنسيق مع باقي النواب وإلا مع لينتصر الشعب مش نفهموا شوية مشهدية هذا البرلمان دير أي دور له هذا البرلمان هو المشهد تحب التفر المشهد هو غريب شوية المشهد آه يلا يعني نسمع غريب لأنه مثل باش يعني احنا تو استنسنا في البرلمان السابق واللي قبل وثم أحزاب سياسية وياقى حوار بيناتهم وهذا اللي خوف سياس فما انتباع أنه برلمان يكون بنويوي يدخل القانون داخل البرلمان تقول الله يبارك يتعدى وتبع الخير بالسلام هذا اللي لحقيقة عاطي انتباع في الساحة السياسية يقول الجميع هش قاعدين يعملوا لا هو ثم مبلغات من الجهة الأخرى سمعني ثم مبلغات وثم ناس تحب بتحكي على البرلمان هذا بكل سلبي وترثل العملية وحكاية فارغة وكلها ما تصلاحش ولا تزادها الحقيقة أنه في البرلمان هذي ثم برشة الناس وجوه محترمة مناظلة إلى آخره أنه هالفوسي فوسي الموجودة هذه جابها القانون الانتخابي مش مسؤولين على هالنواب اللي يطلعوا القانون الانتخابي على الأفراد هذا جاب الفوسي فوسي هذه أنه أحزاب لم تشارك في الانتخابات هذا حقها ولكن ما منحها عتى حد بتشارك في الانتخابات اليوم الموجود في البرلمان أنه ناس ترشحت بصفة فردية ويجب عليها أن تتحول إلى كتل في البرلمان لأنه دستور نصص وأن نظام العمل البرلماني نصص على موضوع ذلك ثم حوار باقي صهير بين النواب هما البعض المستقلين يتحاوروا فيما بينهم بأحزاب تتحاور مع نواب آخرين يعني ثم ديناميكية صهيرة في الامات هذه نعرف نمتأكد منها ثم تحوارات من أجل الوصول إلى اتفاقات الوصول إلى تشكيل كتل الحديث عن حول رئيس البرلمان الحديث على أولوية البرلمان القادم إلى آخر باقي صير الحوار في مائك العديدة هي مسؤولية كبيرة قدامكم سيزو هارة خطر مرة أخرى الانتباع اللي صهير واللي يغذيه تغذيه زادة كذلك القرارات نقول قرارات السلطة التنفيذية حاليا وأنه احنا إزاء الغالب معلها إزاء غرفة في آخر المطاف اليوم تقريبا كل الأصوات مساندة لمساء الخمسة وعشرين جولي ولذلك شو الفايدة أنه المشرع يكون هو لا يرقب يجيه قانوني عديه مساند لرئيس الجمهورية رئيس الجمهورية يقول يقول هذي هذي لا في آخر المطاف نسكن تصويت صباح لأخير بسلام سوري شوف أول أنا نوع ذا كبير نحن الشيء اللي خص عركة شعب أنها ما هيش تكون لا مساندة مساندة عمية ولا باش تمشي تعمل عرك الاستعراض اللي عشنا في البرامات السابق باش ناضلوا من أجل حكيت عليهم الآن هذي مسألة المسألة الثانية أنه البرامات مساندة الـ 25 جويل ولا غير وأنا ما نتصور أنه هذه مشكلة أو ذنب الناس يتلعت في البرامات لأن الانتخابات كانت مفتوحة للي معا 25 جويل واللي كانوا زادوا ثم البعض منهم بعض الانتخابات وأنا نعرف كانوا يعتبروا أنه فرصة ضاعت كان ينجب ويغيروا موازين القوى من خلال الانتخابات ربما كانت أسرلهم ربما ونعرف أن الحوار هذا يصير كالكبار في برشا بلايس يعني أنا من الأخطاء اللي عملنا أنا لم تتوجد غدي كاين ستسدوك هذي مشكلتهم هما أنا لاحظوا خيارات ونحن كل واحد وخيارات ونحترم الخيارات بتاع الناس كل ولكن ما تجيش تقول اليوم شبيه البرامان فيه كان الناس مع 25 جويلة أنت كنت تنجب تكون موجود في البرامان وتقدم نفسك للشعب ويختارك وتمشي للبرامان وتقول 25 جويلة ما يصلحش ولا رئيس الجمهورية ما يصلحش ولا غير ولا غير ولا غير ولكن ما عندكش حق تلوم علي أنا أنا شاركت في الانتخابات لنا في نهاية المطاف ها وإحنا نحب نستحترم والناس ونحب نستحترمنا صار شي في 25 جويلة ثم التقدير سياسي للي صار أنت قدرت لهذا انقلاب أنا قدرت لهذا تصحيح مسار وحقك أنت بش تقول هذا انقلاب وتعمل من أجل الإطاعة به وحقك مشروع وأنا حقي بش نسند المسار هذي ونحاول نصلحه من داخل حتى كتصير فيه أخطاء المسار هذي وبعض الانحرافات من هنا وهناك كنا واضحين وجارئين وجيت بحذك وقلت لك في أنسرت وما راحنا ناشب التفقين على إدارة هذه المرحلة قلنا راي المرحلة كانت عندها أولوية أخرى غير الأولوية اللي حكي عليها عديد المرات رئيس الجمهورية ولكن كي رئيس الجمهورية يحط نقطة مثلا نارة الجمعة يحكي على الاقتصاد راي نقوله هاكا بدينا نقرب للأولوية الحقيقية لكن في نفس الوقت وقت اللي تصير الإيقافات وقت اللي تصير الإيقافات اليوم البعض يستغرب أن الحركة الحركة ما خرجتش بيان زادة بيش توضح أنها علاقتها وإلا موقفها من مبدأ المحاسبة على خاطر مثلا ريس المشل وضع عبد الرزيق عودية يقول نريد المحاسبة لكن باحترام الإجراءات والحقوق والحركة وثم حتى مشكلة ها أكثرش بالبيان أنا أمين عام حركة شابة على اتهام الناس حالة الشمات احنا ما نشرب معها احنا أذكرت لك اللي بعض الموقفين كانت تربطنا بهم علاقات وصدقات المتهم بري حتى تثبت إدانته قارنة البراءة احترام الإجراءات عدم التعسف مطالبة النياب العومي أنها تخرج توضح حقيقة ما يجري بالضبط يعني هذا هو موقفنا ما هو في الأثناء زادة ما هو في الأثناء ما هو في الأثناء لا 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 سمحني موقف الأثناء يكون عندي أصوات زادة أنا كيما ريضا ليغا عوض المكتب السياسي في قناة العربي يقول المحاكمات تتم وفق مؤيدات وأدلة موضوعية يقول نخبة الدولة التقليدية تورطت في مفاهمات وتوافقات مغشوشة واخترقت البعد المؤسساتي للدولة يقول مثلا كل ما يسعى للترويج أنه رئيس الجمهور يقال سعاد يسعى لتأسيس للنظام استبدادي هدفه في الحقيقة تقويض مصار المحاسبة وإعادة موقع أي ما أصوات سمعني شو لياس هذا تقييم سياسي توا شوف أنا بكري يعطيني المبدأ أنت الحزب لما منمشيش لتقييمات سياسية شخصية أنا منبديت معاك قلت لك ماذا يحدث اليوم فما شكون يعتبروا تأسيس لدولة أنا منعتبروش هذائق أنا منعتبروا دولة تونسية اليوم تعيش حالة مخاف قد أخطأ قد وين متجهة ما زلنا أحنا ما نعرفوش بالضبط وين متجهة نحبوها تتجه في الاتجاه الصحيح موضوع الاعتقال أما زادة ما تزمكش أنت ولا غيرك يحب حركة شعب ولا غير حركة شعب تعاود ليعاودوا في بعض المحامين هاوا تشدوا على خطر قهوة ما نجي مش نعاود لك لأنا سمعت اليوم شنوها تصار ثم إيقافت ثم رئيس جمهورية تحدث في الموضوع ذلك خطر رئيس جمهورية وقال تقول أنت ندافع أنا على قرينة البراءة هو يربها رأسا يداب الراسه يداب الراسه وانا ندافع وانطالب النيابة العمومية وانا نطلب بالنسك أنا تهدى شوية وتحترم قرينة البراءة وتحترم قرينة البراءة وتحترم الموقفين وجيب الأدلة وما تغمش لعبات وما يتوقعش توظيفها توظيف سياسي لأي جهة من الجيات هذي احنا اللي طلبينه لانه احنا ما نجموش نقبله انه واحد يقع بتعصف عليه ولا يتظلم لكن انه ما ثم حد شيء في البلاد وغير انا قولك عاجة ثم الناس تشيطنت في البلاد هذه بفعل الناس اللي تشكي اليوم الشيطنة لانه عشرة سنوات اشخاص تعرفوا مغير ما ذكرتهم بكري وهما يشيطنوا فيه يا العلامة بتاع كمال طيف انتو بالتاوي هبطولكم في تصوركم يا تامة وحزانة وترشنو وكذا وكذا هذا اللي صار في البلاد هذه لانه كان ثم بازار كان ثم سوق بيع وشراع وترذيل وتخوين وكذا وكذا وكان ثم جرائم وثم شهداء صوته يموخلي القضايا يخدم لكن يخدم في هدو يخدم القرى يخدم بالأدل يخدم القرى ان يجيب الدوسيت يعمل السماعات يسمع و بعد يخرج يحكي مع الشعب التونسي يخي هي المحاسبة اليوم يا سيزو هاي لفائدة شكون هاي لفائدة شكون هاي لفائدة شعب ولذا ما المعقول انه الشعب يكون على عين نقطة وارجع الاسطل والله هذا اللي كنت نحكي فيه يعني القضايا يخدم خدمته بهدو يجيب ما نجوبنا القضايا ما نجوبنا المؤسس يا سيزو هاي لفائدة وانت يخده مش المؤسس المؤسس التشريعي انت كنائب وانت كرئيس حزب هل يعقل ان وزرة البلاد هذه ما يتكلموش مع الشعب هذا والله انا تعرف هل يا هذا معقول والله يشوف يا سيلياس انت تعرف موقفنا من الحكومة تعرف موقفنا هم شو يشوفوا كمش يتكلموا قدامكم كنواب مثلا شوف انت تعرف موقفنا من الحكومة وكي ما يجيوكمش وكي ما يجيوكمش حضر هم فانتقلت انتو ما شنوع شو المسئولية هذيك موضوع ثاني انت تعرف موقفنا من الحكومة موقفنا من عديد التعينات وانا بعد الدورة الاول بالانتخابات قبلت الرئيس وقلت له لك لماذا قلت له ثم تعينات عيب اليوم انا تكون موجودة في مواقع معينة لو ثم ناس في الحكومة ميش قادر تعمل على شيء يعني الحد الأدنى المطلوب مش موجود دونك احنا مناش مغتلفين في هذا سيد زهير غدوة في الايام شنو الأولويات برمان بش يبدأ يخدم اعطيني تقريبا شهر لول كيفاش تلا خدمتو شهر لول بش يكون ناجع احنا بتبع تلحال مش نقدموا مجموعة من المبادرات اعطينا يعني خصنا لانا مش احنا نتحكموا فيه البرمان احنا نتحكموا في البرمان ثم نقطة اخرى ما نذكرتهش وانا نعتبره مهمة موضوع الاقتصاد للتضامن والاجتماع اللي صادق عليه البرمان السابق والي رافض رئيس الجمهوري ايه تبرسه احنا نعتبره وانت تشبهد على موازين القوى انا كل مرة نذكر موازين القوى حتى للمستمعين فهي مثالش اراه القانون هذك احنا مقتنعين به ونعتبروه ينجم يساهم في حلين مشاكل بتاع البلاد كما عدينا قانون متاع الحمال الحضائر اللي اليوم هكا بدا يتفعل وليل نحب نبركرهم هالموضوع بتاع اقتصاد الضمن الاجتماعي زمي تحيط يزم تخرج الاوامر الترتبية متاعه حكيت على موضوع البنك المركزي حكيت على موضوع الاستثمار حكيت على مسالك التوزيع حكيت على كل هذه القضايا مجلة المياه هل تعتبر انه بدخول البرلمان العمل يعني هذا انتهاء الاستثناء ما المفروض معاتش مارسي انا قلت لرئيس الجمهورية يجب ان يعلن عن نهاية المرحلة الاستثنائية ونهاية العمل بالامر 117 لانه الدستور واضح في الموضوع هذا الدستور يقول بمجرد انعقاد البرلمان تنتهي المرحلة الاستثنائية ندو صحفية اللي عملنا جبالي فت انا طلبت الرئيس وفي قرر رئيس الدولة ما زالت الدولة تتعافى وما زال عنا مصار اصلاحي وما زال احنا ازا ازا ما خاطر تهدد الدولة التقدير الرئيس الجمهورية هذا التقدير هو حق يقدر ولكن احنا حقنا مش نرفض التقدير متاعه يعني فه حتى مشكلة احنا تقديرنا انه بنص الدستور بنعقاد البرلمان ينتهي العمل بالامر 117 يعني تنتهي المرحلة الاستثنائية وندخل المرحلة دايما متاع المؤسسات والتشريع بالطبيعة والتشريع وقته يزمو محكمة دستورياسية وذاك عليش احنا زاد اقولنا في اللي بندو صحفية متاعنا يا سيد الرئيس روما ثماش عليش اللي محكمة دستورية ماش معمول التوق انا اليوم اللي حكيناه علي اللي اعلننا في الندو صحفية محكمة دستورية موضوع الحكومة موضوع نهاية العمل بالامر 117 الى اخري وهو رئيس جمهورية وعنده صلحياته كما حدد الدستور والبرلمان المؤسسة تشريعية عنده صلحياته كما حدد الدستور رقبية بالطبيعة وعنده صلحياته كما حدد هالها الدستور وكل واحد يخدم خدفته شكرا لك زهير شكرا لك بارك الله فيك مرحبا بيك شكرا لك على قبول الدعوة